تحضير وردة لونشواب تحضير المحل تحضير المحل قطعتهم ونقيتهم طبعا الحال وحليتهم بهذه الطريقة غسلناهم جيدا كما تشوفوا الانشورة تكون خفيفة يعني رهيفة بزاف سنسيبل اذا هنا يمكننا اخد بالنسبة للفاقس او الحشو لدينا الجبل المفروم احمر لدينا الفاتر معلب قليل منه لدينا الحماد لدينا زيتون مقطع لدينا الكوركم لدينا الخردل او المطارد و لدينا الفلفل اسود او الابزار و القليل من الملح لدينا زيت الزيتون لمنسبة طبيعات الحال بسم الله لدينا الحشوة لدينا الحشوة للفاتر والجوب والزيتون قليل من الحامض و لدينا العطرية كما قلت لكم الخردل الفلفل اسود او ابصار الكوركم او خرقوم البلدي و سكين جبير قليل شوية من الملح سوف نضيفه الان غير رسم علقة فقط لان عندي دجالة مطارد او الخردل مالح بالنسبة للزان شوة السرد في الخردل في زيت الزيتون سوف نضيفه الزيت الزيتون المنسبة دائما هنا سوف نخلط الحشوة شرب العطرية و زيت الزيتون سوف نأخد ليمون كما تشوفوا سوف نأخد شوية الزيت الزيتون سوف نضيفه الليمول بها الطريقة باش ما تلسقش ليه لزان شوة سوف نأخد بهذا الشكل هلا سوف نقوم باستة في كل مول سوف نضيفه من الحديث سوف نقوم باستة هذه الوريدات سوف نرافقهم مع شروبات الحريرة سوف نرى المنتبه سوف يكون مرافقين سوف نستعملوا كمية أكثر على حسب الرغبة طبيعه الجبن سوف نضيف العبار الحشوه نضيف العبار الحشوه نغطيها بشكل جيد نضيف السرعة نضيف عليها الباقي العطرية القليل فقط نضيف عليها شوية الحامض نضيف عليها نفس الشيء و شوية زيت الزيت نحرك جيدا باش ندهن من الفوق باش ميبقوش بيضين باش يشربوا العطرية و يبانوا محمرين والداد هنا كما تشوفوا لنا يكون دهنهم و ندخلهم بالفرن طبع هذا الحال غادي طيبو لنا ماشي بالساف لان كما قلت لكم و مضغيت يطيبو غادي الحرارة من تحت يعني هما يكونوا الفوق بعد ما غادي طيبو لنا غا نخلي يوم يبردوا و من بعد غا نقدموهم في صحيحنا التقديم مرافقة بالحامض و يعني بأي حاجة هنا غا نرافقها بالحريرة كما قلت لكم تبعوا معايا ان شاء الله اذا كما قد لاحظوا ها هما يعني حتدناهم في طبق تقديم طبعت الحال و رفقناهم بهذا الشكل غادينا نرافقهم بالحريرة اللي غا تشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو المقبل حريرة جديدة بس بطريقتي اذا تبعوا معايا ان شاء الله كل ما يرضيكم شكرا 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 اشتركوا في القناة